قالت صحيفة إدنليك التركية أن وفدين عسكريين سوري والتركي عقدا جلسك مباحثات في قاعدة حميمين الجوية الروسية بمحافظة اللازقية مرجحة أن يعقد الاجتماع المقبل في العاصمة العراقية ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن الوفدين ناقشا خلال الاجتماع الأحداث الأخيرة في إدنليك وأضاف المصدر أن الاجتماع جاء بعد يوم اللقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان في موسكو الذي عقدا يوم الثلاثاء الماضي ولفتت الصحيفة أن الاجتماع هو الأول من نوعه بشأن القضايا الأمنية على الأراضي السورية معتبر أن العلاقات السورية التركية تصبح أكثر قربا كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أن أنقرة وموسكو ناقشتا بشكل مفصل القضايا المتعلقة بانتخابات الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا وأضاف من المؤكد بالطبع أن الإدارة السورية لم ولن تسمح لهم بحرية الحركة أو التصرف في هذه المرحلة وأكد الرئيس التركي أن الانتخابات التي تنوي الإدارة الذاتية التابعة لقصد إجرائها في شمال شرق سوريا تم تأجيلها بناء على موقف تركيا ولكنها لم تلغى نهائيا بعد وحذرت باتخاذ إجراءات عسكرية في حال إجراء الإدارة الذاتية انتخابات البلدية في آب المقبل أعلنت وزارة الداخلية التركية أن إجمال عدد السوريين الذين عادوا من تركيا إلى بلدهم منذ بداية استضافة البلاد لهم عام 2011 تجاوز 650 ألف شخص وفي السياق أعلنت إدارة الهجرة التركية عن إطلاق نظام جديد لحجز المواعيد المتعلقة بمعاملات الأجانب سواء من حمل التصاريح الإقامة والعمل أو الخاضعين لبند الحماية المؤقتة كأغلب السوريين نقلت صحيفة الوطن المصادر متابعة أنباء عن تعيين السفير الرياض عباس قائماً لأعمال سوريا لدى الأردن بدلاً من السفير عصام نيال الذي كان يشغل هذا المنصر وشغل السفير عباس منصب سفير سوريا في الهند قبل أن يتم تعيينه مديراً لإدارة الوطن العربي في وزارة الخارجية والمكتربين قال برنامج الأغذية العالمي أن السعار المواد الغذائية ارتفعت في سوريا بنسبة 83% خلال الشهر الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023 وأضاف البرنامج للأممي في تقرير أن الحد الأدنى للإجور في سوريا حالياً لا يستطيع سوى توفير أقل من 20% من الاحتياجات الغذائية للأسرة وتلقى البرنامج 27 مليون دولار مقارنة بمبلغ 187 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي وحذر من أن عدم وضوح الرؤية بشأن التمويل لعام 2024 يؤدي إلى إعاقة التخطيط وأوضح البرنامج أنه يحتاج إلى 455 مليون دولار لجميع أنشطاته في سوريا خلال الأشهر الستة المقبلة ترجمة نانسي قنقر